ما في زمن من ناحية علمية نحكي أنه بعد العشر سنوات تقل كفائتهم ما في شيء زيه بما أنهم مخزنين بالليكويد نيتروجين فهم في حالة ثابتة طالما أنهم ناقص مئتين وعشرة وثابتين ما في ما يدل على أنه كلما زادت الفترة كلما قلت نجاعتهم ما في هذا الحكيم طيب هلأهيد كمان دكتور أنا أسفع على أنه أقطعك بس في كمان سؤالين عندها أعزائي المشاهدي خليكم معنا فاصل ورح نرجع نكمل ورح نجاوب على سؤالين يضلوا عندك يوم أحمد وفاصل قصير ونعود خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا وسهلا فيكم عدنا من جديد مع أطباء على الهواء ضيفنا اليوم دكتور معتاز الرمحي أرجع أذكر باختصاصه هو الأستاذ دكتور معتاز الرمحي مستشار أول نسائي وتوليد واختصاص الغدد التناسلية والمساعدة على الحمل وأطفال الأنابيب أهلا وسهلا للمرة الثانية دكتور احنا كان لازم نرحب فيك أكتر من مرة بس مصرح لنا حتى من كتر الأسئلة والاتصالات اللي عم يجيوك عم ننطقي الأهم وعم نرجع لك فيهم وما عم نقدر ناخد فواصل حتى كتير خلينا نكمل مع أم أحمد كانت سؤالها الثاني دكتور أول سؤال أنه بتقدر تحفظ هالأجنة وتلها بتقدر تحفظهم والتاني سؤال بتقدر تنتقي جنس الجنين هي بلاش كلمة تنتقي هي مش تنتقي هل خلينا نسمي سؤالها هو هل هنا نستطيع نرفع نسب انه لا انه ندرس هاي الأجنة من ناحية انه نعرف ايش الأجناس تبعيتهم هيك هو سؤالها الجواب نعم هل نستطيع من ناحية علمية نعم في اليوم الثالث يؤخذ خلية من كل جنين ومنقدر نعرف نستطيع انه نعرف اه شو الجنس تبعه الى حد كبير ولا بمية بالمية مية بالمية مية بالمية نعم والله معلومة جيدة طيب هي بتقولها انه اجاهها برضو خواهن خليش مية بالمية فيش اشي في داخلية تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة بس نعم تستطيع معرفة جنس الجنين بس معرفة جنس الجنين معرفة جنس الجنين تقريب نعم تستطيع بعد التلقيح ممكن انه يعرف لم هو ملقحين وجاهزين اه مجمد اجنة اه مجمد اجنة اه هدول ملقحين وجاهزين ومشبوة داتها لانه سبقت انه حملت وبقي مجموعة من الاجنة وتم تجميدها فهي سؤالة هل ممكن انه تعرف شو جنسهم الجواب نعم نعم ممكن نعم طيب بعامل هي لانه عندها توأم هل هي عم تسأل لانه عملت اخصاب هل الوراثة عامل الوراثة له نسبة اعلى بهاي الحالة لا بهاي الحالة بالاخصاب لا لانه هذا انه لما حملت توأم هي لانه تم ارجاع اكتر من جنين لها وبالتالي ثبت اكتر من جنينها ما له علاقة عامل الوراثة بهذا الموضوع اطلاقا ما شاء الله يعني نعتبر ام احمد حالة ناجحة جدا من علاج ال اي بي اف لا شك الحمد لله طيب دكتور هيك عشان ما يسبقنا الوقت بدي اسألك عن الاشياء الشيقة شوي شو بتقول للناس اللي بيروحوا لل مش عاربك احنا كل الحلقة بنتطرق للخزعبلات بما انه برنامج توعوي بيروحوا بتوجهوا ل في دجالين في دجل بعض الاحيان بهذا الموضوع بصير للاخصاب ولل التلقيح اشربي هذا كلي هداك وقفي عراسك انزلي من الدرج بالمقلوب لا والله ما اسمعت يعني هيك انا عم عم بفكر بس من هالقصص نعم نعم شو من هالقصص سمعت وايش اكتر اشي مخيف او مضر بالصحة ممكن تنصح الناس انه يتفادوا او عموما ايش رأيك بهذا الموضوع هلأ بالنسبة لا الغذاء المعين هاي الشغلات هلأ بالفعل في بعض المرضى نجد بيسألونا هذا السؤال انه دكتور هل في غذاء معين لازم اخده وابتعد عن اغذية معينة هلأ الغذاء المتوازن يجب ان يكون طول فترة الحياة يعني الغذاء المتوازن والمعقول سواء كانت الست حامل ولا مش حامل ما رح يأثر على نسبة اخصابها ما رح يأثر بالفعل هو الغذاء المتوازن هو مطلوب لكل انسان سواء كان ست في فترة الحمل او فترة مش حمل لا في الواقع اكل معين برفع نسبة الاخصاب يعني علميا ما فيه خلينا نحكي ما فيه بجوز فيه بعض النباتات نسمع من بعض المرضى انه اخدت النبتة الفلانية اخدتها لكن اثباتات علمية ما فيه يعني احنا ما منقدر نحكي للمريضة انه هاي النبتة ما بتسبب او بتسبب لانه اي اشي لازم يكون مثبت علميا يعني يعني شو اثبات العلمي انه النبتة الفلانية بتزيد او بتنقص اشي ما فيه اشي ما هو اذا ما فيه اثبات علمي لازم نعتمد على الطب المثبت بالبراهيم المسند علميا اذا انا مش اشي مسند علمي انا ما بترى احكي للمريضة يمكن يعني مثلا بتحكي لي دكتور انا اخدت نبتة كذا الها اهمية الجواب بعرفش ما بعرف لانه اذا فيه بحث بيحكي انه هادي النبتة تساعد لازم احكي للمريضة اذا فيه بحث علمي بيحكي انها تضر لازم احكي لها انه لا ابعدي عنها لانها تضر احنا ما لانه بتعرف انه بالذات النبتات والاعشاء وشغلتين ما فيه دراسات كتير عليها من ناحية علمية لكن لو فيه ناحية علمية واشي بنعرفه كان قلنا كان انه هادي بتفيدك هاي بتساعدك بس ما فيه منه هذا الاشي في الواقع ما فيه اي ثبات علم ان شاء الله يا رب هاي المعلومة ترسخ براسكم معانا اخر اتصال نعتزل عن الاتصالات اللي ما اخذناها سامحونا ونعتزل منه تأخرنا لستقبلنا الاتصالات اه اسلام تفضل انت على الهواء تفضلي سيعتك الهواء اهلين اهلين تفضلي معلش بدي اسأل اه تفضلي الدكتور هلا احنا معنا بايلتنا ما فيه توائم ما فيه توائم اوكي اوكي هلا بصير انجاب توائم بصير انجاب توائم يعني اذا انت حبي توائم انت يعني انت احنا انجاب توائم بص بايلتنا ما فيه عندك عندكم مشكلة عندك مشكلة بالحمل؟ لا لا ما عندك مشكلة بالحمل مش بدك بوجعتها الرأس طيب اذا ما عندك مشكلة بالحمل يعني هو متعب ومكلف و اه ويعني اول اشي في الواقع عندها رغبة انه يكون عندها توائم ماشي بس هي مش عارفة ماذا يعني يعني شو الشغلات اللي ممكن تقابلها هل عندك معرفة انه الست الحامل بتوأم هي عرضة اكثر للاجهادات؟ هل عندك معرفة انه الست الحامل بتوأم عرضة اكثر للولادة المبكرة؟ تعرفين انه لما تولدي ولادة مبكرة على في السابع او بالتامن ماذا يعني ذلك بنسبة لك ولاجنتك؟ عندك فكرة انه الست الحامل بتوأم بتزيد نصبة الانسمام الحملي عندها بتزيد نسبة أنه يصير معها نزيف أثناء الحمل تعرفي أنه معظمهم بولدوا بعمليات بينما الستات الحوامل طبيعي الحوامل بواحد بولدوا طبيعي عندك فكرة أنه السيدات اللي حامل توائم أثناء الولادة وبعد الولادة هم عرضة أنه يصير معاهم نزيف وأنهم يأخذوا دم فيعني اللي بدي أوصل لك أنا بسمعه من كتير مرضات تيجي عندي بتقول لي والله دكتور أنا حابة توائم يعني هيك حابة أحمل توائم يعني هيك فور فن عندها ولاد بس حابة يكونوا هيك توائم في الواقع يا ستي موضوع التوائم مش موضوع سهل زي ما بفكروا الناس الحمل فيهم صعب المشاكل فيهم أثناء الحمل كثيرة وبرضه بدي أحب أحكي لك أنه تربيتهم مش سهلة يعني خاصة إذا كمان عندك أطفال يعني الجهد بدي يكون تذكري أنه لما كان عندك طفلة أو طفل كيف كنت تعتني فيهم تذكري أنه هذا الجهد سوف يكون مضاعفا وبالتالي بالمنطق إحنا أصلا لا نحبذ حتى لو نشتغل بأطفال الأنابيب اللي بكونوا ناس يعني حابين يجيهم أكثر من طفل نحن نحبذ أن يكون طفل واحد حتى تكون فرصتها أكتر أن تصل إلى بر الأمان بإذن الله يعني برضو هذا له ثمان لذلك يفضل يفضل يعني إحنا لو أنه خيرنا أنه أنا مريضة عندي عامل طفل أنا بيب أنه شو تحمل بتمنى دائما أن يكون واحد مش اتنين لأنه واحد فرصتي أكتر أنها تصل وأنها تولد هذا الطفل وتأخده معاها على البيت أنا مش مصدق أنهم في ناس مش ملاقي الخلفة يعني في ناس يعني يعني بالضبط يعني فيه فيه كتير مشاكل آآ إحنا دهمنا الوقت أنا كنت لسه بدي أسمع يعني وصية والله ما نفشك يا دكتور لأنه دكتور معتاز طلب مني أهم موضوع لأنه أنا سألته شوه حاب تحكي حكينا واحدة من النصائح قبل ما نختم التوعوية لأشي من الخواريف اللي بتسمعها بالعيادة هلأ يعني فيه كثير شغلات يعني هلأ في الواقع مجتمعنا صار متفتح أكتر عن موضوع الإخصاب خارج الجسم يمكن عندما بدأنا في هذا الموضوع من زمان كنا نجد صعوبة في إقناع المرضى بهذا أنه حلال وحرام أو أنه هذول البيبيات فيهم مشكلة يعني لحد الآن بيسألونا المرضى أنه دكتور هذا البيبي بيجي طبيعي ولا فيه مشكلة ولا عنده إعاقة اللي هو الإخصاب خارج الجسم أنا بدي أعطي مثال بسيط لمرضانا حتى يفهم وشو الفارق إحنا حكينا أنه بالطبيعي الإخصاب هو داخل الجسم وبالأطفال الأنابيب الإخصاب خارج الجسم هو في الواقع أنا بشبه زي النار أنت إذا بتشوفي النار بتعرفي أنها مولعة من أداحة أو من كبريته جواب لا وهذا لما تشوفي البيبي ما رح تعرفي ولا حدا رح يعرف إذا كان طفل الأنابيب إنه إذا كان لأنه المبدأ هو نفسه التقاء حيوان منوي مع بويضة ولكن مرض أطفال الأنابيب تعذر الالتقاء داخل الجسم فعمل خارجا وأعيدت الأجنة هذا هو الفارق فلذلك نسبة الإعاقات لحد الآن لا يوجد ما يدل على إنها تزيد إلا في بعض الحالات اللي فيه إعاقات وأحد مشاكلها اللي هي العقم يعني في بعض بعض الأمراض يعني خاصة عند الرجال أحد الأعراض فيها إنه بكون الرجل عنده مشكلة بالإنجاب هذور قد يكون عندهم مشكلة وهذور قضيتهم تختلف بس يعني واحدة عندها مشكلة بالمواسير مثلا عملات أطفال أنابيب يعني شو التفسير العلمي إنه بديكون الجنين هذا فيه مشكلة معاق أو متخلف أو لا ما في تفسير عني نعم ما في تفسير عني الشغل الثاني كمان مهم إنه الستات اللي بيعملوا إخصاب خارج الجسم دائما بيفكروا إنهم لازم يحصلوا على راحة كثيرة في الواقع ثبت علميا وآخر بحث كان قبل 3-4 شهور في مجلة فرتليتي أنستريليتي الأمريكية اللي هي تبعت الجمعينية الأمريكية للخصوبة ثبت إنه الستات اللي برتاحوا بعد الإرجاع في الواقع نسبة الحمل تقل ونسبة الإجهاد تزيد مش زي ما بتفكروا حتى مش إنهم زي بعض هو بالعكس هو بالعكس عكس فلذلك الست بعد ما ترجع لا يوجد ما يدعي للقلق لأنه عادة بكون العلوك قد تم أو لم يتم ولكن لا في عنا أي تكنولوجيا نعرف إلا بانتظار إفراز هرمون الحمل بالدم شكرا 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 جانعي عن وقتنا إحنا أضعناك ولا يمل إلنا حلقة تانية مع الأخصاب مع الدكتور معتاز إن شاء الله شكرا جزيلا عفو كتير يطول الكلام معك ولا يمل أبدا احكونا في المرات القادمة نوعدكم أنه نرجع نحكي عن الأخصاب لأنه ما خلصنا نص المواضيع اللي بنا نحكيها نعتذر مرة أخرى شكرا المترجم للقناة المترجم للقناة